نتواجد الآن في معسكر الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز هذا المعسكر الذي يشهد من وقت إلى آخر مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وعناصر الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى أيضا من خلال هذه المواجهات تسعى الميليشيات الانقلابية إلى استعادة هذا الجبل والذي تم تحريره من قبضتها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هذه التبة تسمى تبة الرادار وهي من أهم المواقع الاستراتيجية التي تطلع على شارعي الخمسين ومن خلالها تقوم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من قطع خطوط الإمداد تماما عن عناصر الميليشيات الانقلابية أيضا تلاحظون هذه المساحة هي الأجزاء الأخيرة التي لا زالت تتمركز فيها عناصر الميليشيات الانقلابية ومدفعيتها التي تقوم بقصف الأحياء السكنية من وقت إلى آخر بينما تبدل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مساعيها من أجل العمل على استكمال تحرير هذه المباني وهذه الأجزاء في الجهة في شمال غرب المدينة من أجل العمل على تحرير المدينة بشكل كامل من قبل عناصر الميليشيات الانقلابية حمزة أمين قناة بلقيس من معسكر الدفاع الجوي شمال غرب تعيز اشتركوا في القناة